جدد الاتحاد الأوروبي إدانته ورفضه القاطع لحادث حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد وما أعقب ذلك من هجمات في العاصمة العراقية بغداد على المباني دبلوماسية تابعة للسويد وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الوضع في بغداد ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس وأضاف البيان أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل استفزازي واضح وأن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان له في أوروبا